في إنجاز هو الأول في معتمدية بن جردان قاعة رياضية متعددة الاختصاصات تتقدم أشغال إنجازها بعد تجاوز كل الإشكالات السابقة الإدارية منها والبنيوية المشروع ينجز بمواصفات دولية وهو قادر على استيعاب تظاهرات كبرى ثم صعوبة خطر الأرض كلها ملح ثم مقتلك مواد منها عازل نستعملوهم في البيطان لكي نحفظوا على الجودة كفاية تونسية موانسية وكل منها متخرجين من تونس ويعطيهم الصحة قمنا بإحداث خمسة صفوف مدارج للمحليين والجمهور الزاير ومع الوقت النجمه تكون عندنا الإمكانية للتوسع إنجاز قاعة رياضية متعددة الاختصاصات ببن جردان عد حلما للرياضيين بالمنطقة في اختصاصات الرياضات الفردية اليوم نشوف المشروع ينجز قاعة إن شاء الله تكون إضافة للميدان الرياضي في بن جردان وإن شاء الله تساهم في بعض جمعيات للرياضات الجماعية في كرة الطائرة في كرة السلة في كرة اليد ومشروع التلقى لشغال المتقدمة بنسبة تقريبا 30% قيمة المشروع 4.5 مليون دينار ومدة الإنجاز منتظرة في 365 يوم القاعة تكون الألعاب الجماعية كورت يدو كورت سلة وكورت طائرة بالإضافة إلى إمكانية توظيفة في الألعاب الفردية وبالنسبة للمدارج فيها كنفس شايفة المدارج فيها ليفيستير حجرة الملابس للزوار والضيوف والحكام بالإضافة إلى محل التمريض والتدليك والمخازن بالتباعة لحفظ بعض الأثاث نأمل أن هذه تزيد من عدد الرياضين المتعاطين الرياضي تشجع الجمعيات على مزيد العمل على استغلال وحصن توظيف هذا القاع لفايدة ابناء بن جردان وشبابها مع الانتلاق في إنجاز قاعة رياضية متعددة الاختصاصات إلى جانب ملعب 7 مارس لكرة القدم يكتمل عنصر آخر من إنجاز مراكب متكامل بمدينة بن جردان في انتظار إنجاز مسبح أولمبي بالمنطقة